تخيل كده معايا انك بتعاني جدا من جيملوب وبلو ستكس في الاعدادات يعني لازم تضبط اعداداتها علشان تخليها متوافقة مع امكانيات الجهاز بتاعك وتخلي الالعاب تشتغل معك بكل سلاسة وبدون تقطيع تعالي كده اقولك على افضل طريقة انك تشغل بها جميع برامج او جميع العاب الاندرويد على الكمبيوتر وبدون محاكي وبالتالي لما تيجي تشغل الطريقة دي هتلاقيها متوافقة تماما مع امكانيات الجهاز اللي عندك ومش هتلاقي اي تقطيع او هتلاقي اي لاج في الالعاب بتاعك لكن في الفيديو ده هقولك على افضل طريقة انك تشغل بها جميع العاب الاندرويد وبدون محاكي يلا بينا كده نبدأ الشرح علشان ما تقولش عليك لكن ما تساش دعمني بلايب وسبسكرايب ويلا بينا مبدئيا كده انت مش محتاج جهاز يكون امكانياته عليه قوي علشان تعمل الطريقة اللي انا هقولك عليها فانت محتاج المتطلبات اللي قدامك دي علشان تقدر تشغل اي لعبة بسلاسة ومتحصلش معاك اي لاج او تقطيع دلوقتي هاي نستغلع عن برامج المحاكي وننزل الطريقة اللي هي بتكون مع نسخة اي ويندوز سواء كان نسخة ويندوز 7 اكس بي سواء كان 10 11 انت اي نسخة معاك هتشتغل معاك الطريقة دي كل اللي عليك بس بتبحث عندك على جوجل هتكتب بس كده على جوجل اللي هي تجربة الالعاب على الاجهزة الجوالة زي ما انت شايف كده كل ده هتكتبه عندك في جوجل وبعد كده بعد ما تيجي تبحث عن الكلمة المفتاحية دي كل اللي عليك بس بتروح عندك على الموقع ده اللي هي تجربة الالعاب على الجوالة على الكمبيوتر وبتنزل حاجة اسمها الاصدار التجريبي اضغط عندك على كلمة تنزيل الاصدار التجريبي وهيبدأ ينزل معاك التربيق او البرنامج بالشكل اللي قدامك ده كده بعد كده انت بتفتح البرنامج لو بعد ما يجي ينزل على الجهاز عندك ومن هنا بتستنى شوية لحد ما يفتح معاك بالشكل ده كده هتعمله تثبيت وهيتثبت على برتشن سي او النسخة اللي عندك بعد ما تيجي تنزل النسخة اللي عندك كل اللي عليك هيطلب منك تسجيل دخول عبر حساب جوجل بتسجل عادي جداً سواء بقى كان حساب جوجل بتاعك الحساب ده فيه العاب على باب جي على كلاش او كلانج فيه حسابات جوجل بيبقى فيها العاب ممكن تسجل بيها عادي جداً كأنك انت تفتح من التليفون وبعد كده بعد ما تيجي تسجل دخول على الحساب بتاعك بقول لك هنا تم تسجيل الدخول بنجاح كل اللي عليك بس بتضغط عندك على لكس جود او بتضغط عندك على سويتش بروفيل عشان تشوفوا البروفيل بتاعك لأ انا هضغط عندي على سويتش جود وبعد كده اكسابت ومن هنا بتضغط عندك على كلمة فينش بعد ما تيجي تنزل كل التصطيبات بتاعتك طبعاً احنا كنا بنستخدم اللي هو الجيم لوب وبنستخدم البلوت ستاكس علشان يعمل توافق او بنعمل توافق مع الاعدادات في الجهاز بتاعنا لكن البرنامج زي ما انت شايف كده هو بيعمل توافق بشكل تلقائي طيب دلوقتي احنا نزلنا البرنامج زي ما انت شايف بينزل طبعاً النسخة منه على الكمبيوتر بتفتح كده النسخة بتاعتنا اللي هي جوجل بلاي جيمز بيتا اللي هي النسخة التجربية ونشوف كده مع بعض نقدر ننزل اي لعبة من العاب اونلاين او اي لعبة من العاب الاندرويد على الكمبيوتر عادي جداً كأنك بتفتح من الكمبيوتر زي ما انا بقلتلك انت مش محتاج انك تنزل او تعدل اي اعدادات يعني انت مش محتاج انك تعمل اعدادات هو على طول البرنامج بيعمل توافق مع جهاز الكمبيوتر بتاعك وزي ما قلتلك المتطلبات في الاول مش محتاج اي حاجة غير كده دلوقتي دي كده معظم الالعاب اللي موجودة على الاندرويد او موجودة على الجوجل بلاي عادي جداً فانت كل اللي عليك بس بتغطى عندك على كلمة اكسبلور ومن هنا مثلاً انا اختار هنا في السرش اي لعبة انت عاوزها على سبيل المثال ان انا محتاج مثلاً انزل عندي هنا فري فاير ماكس زي ما انت شايف كلاش او كلانس كلاش رويل ممكن تنزل اي لعبة اندرويد انت عاوزها في نسب مضمنة فري فاير تمام انا هلغب مثلاً عندي على كلمة على الفري فاير وبعد كده بضغط عندي على كلمة انستال اللي هو تسطيب اللعبة زي ما انت شايف قدامك كده تمام بيبدأ بقى ينزل اللعبة معانا طبعاً بتنزل في الجنب هنا في قائمة الداونلود بيعمل بقى صفر في المية ويبدأ يعد معاك لحد ما يجي يوصل 100% عايز تكنسل بتضغط تكنسل تمام دلوقتي احنا كل اللي علينا بس ممكن تختار اي لعبة انت محتاجها علشان تقدر تخلي الجهاز بتاعك يشغل اي لعبة اندرويد طبعاً بولك زي جيم اون بي سي محتاج تعمل لها اوبتومايز طبعاً هنا بتعمل لها اوبتومايز عادي جداً اوبتومايز اللي هو بيعمل ضبط للإعدادات بشكل تدقائي تقدر برضو تنزل اي ألعاب انت محتاجها كلمات متقطعة حتى لطفلك لابنك ممكن برضو الألعاب اللي زي دي اللي هي البولز اللي بتوعد تتنطط كمان برضو ألعاب الحروب تشتغل معاك عادي جداً اي لعبة في بماغك تقدر دلوقتي تنزلها من البي سي ومن شركة جوجل بلاي يعني جوجل بلاي هي اللي عملت لك كل الألعاب دي طبعاً وعملت لك المنصة دي علشان تقدر تفتح من عليها اي لعبات فانت مش محتاج انك تلجأ لجيملوب أو يحتاج تلجأ لبلو ستاكس لكن احنا محتاجين ان احنا ننزل بس الاصدار التجريبي من جوجل بلاي عندنا على الكمبيوتر هتلاقي كل ألعاب الأندرويد اشتغلت معاك عادي جداً طيب انت محتاج المتطلبات زي ما انا قلت لك في أول الفيديو لكن خلي بالك ان بلو ستاكس او جيملوب بيحتاج انك تعدل في الاعدادات بتاعتها بحيث انك تخليها متوافقة مع امكانيات جهازك اما الجوجل بلاي او الاصدار التجريبي منه هو بشكل تلقائي بيعمل توافق مع الاعدادات او امكانيات الجهاز بتاعتك فبالتالي هتلاقي الالعاب بتمشي معاك بكل سلاسة بدون لاج او تقطيع كنا معكم كده وكنا بنتكلم على طريق تشغيل العاب الاندرويد على الكمبيوتر بدون محاكي وكده انا شرح انتهى اتمنى يكون الشرح عجبك اشتركوا في اشتركوا في حلقة جديدة سلام